بسم الله الرحمن الرحيم. الله وسأعلم بعضاتكم. زي ما بنتفرج على فيديوهات الرضع عبدالعال وبنتفرج على فيديوهات هبدية كتير بنحاول ان احنا نكافح الهبد. جاي نتفرج على ابو تريكا ورد فعل ابو تريكا بعد فوز المنتخب التونسي على المنتخب النيجيري. احنا برضو لازم نحل كده الحاجة في نهاية اليوم اللي هو ابو تريكا. بس الاسم يكفي اللي هو اتريكا اللي مات. واحد من اكوى المرشحين للبطولة. والله كلنا فرحانين من قلبنا زي ابو تريكا كده بالظبط. ليه ما عندناش مشكلة? ليه لان انت الناس بتقولك ان انت لازم ما تكونش فرحان لان تونس تأهلت اللي هو. ليه? يقول لك محدش فينك انا عايز تونس. ليه طيب يعني. ليه انا حب ان تونس تخرج او انا حب ان الجزارة بلاها تخرج او المغرب تخرج. ليه هنحب الكلام ده? مش معقدين نفسيا. حتى لو معقدين نفسيا بنحاول نصلح نفسيا وبنحاول نعالج مشكلنا. مش بنحاول نزيد عليها اللي هو. انا فاشل فعايز كله يبقى فاشل زي. انا مش حايز كله يبقى فاشل زي. انا حايز فيه حاجة اتنور كده بحيس اللي هو قضى بصولها. نفسي بقى زي الناس دي. مش حايز انا اللي هو كلهم يبقوا زي. نفسي هتاخد مثال ناجح وحاول ان انا احتزى بيه. علشان كده بحب الفرق العربية تكسب. الله ابو تريكا كلنا عملنا كده واحد للبعض. هو يا ابو تريكا ده واحد مننا والله. ده هو واحد مننا بجد والله. يعني مهما عمله ما بينه. برضو واحد مننا ابو تريكا. تقول لي يا بها انت مفردش على رد فعل ابو تريكا يقول لك الاسف. معنا مش من الناس الاغنيات اللي عندها بيه اينا ازبرتها. يعني انا بتفرج على الحاجات دي على النت يعني بصراحة بقى لي فترة خلية جدا ما تفرجش على ابو تريكا من ساعة الموضوع المثلية. والحمد الله رب العالمين هو اعدى منه على خير يعني. بصوا يا جماعة احنا كلنا في الاول وفي الاخر عرب وكلنا في الاول وفي الاخر بنتمنى ان المنتخبات العربية تفوس. حتى لو بنتطلع نعمل حاجات كده اللي هو انا عايزك تخسر عشان انت بقى خسرت زي من قلبك ما بتحسهاش اللي هو لأ انت عايز نكسب بس خافت وقال لي صح يعني اللي هو انت خافت وقال لي عشان ما تحسش ان انت اللي هو انا بقى حبك بس مش عايز اقولك اللي هو. الموضوع مش مستهل كل ده يعني. الموضوع والله انا مستهل. احنا بتكلم في فكورة احنا مش جاي نتكلم في حروب ولا جاي نتكلم في جيل خامس. احنا جاي نتكلم في كورة يا جماعة نبسطة الامور اكتر من كده. نبحث عن عالم السياسة اللي هو ما بيحاولوا وضمونا ليه. واحنا جاي نتكلم في كورة تاني وتالت ورابع. الموضوع والله انا مستهل كل الافوار اللي انتوا تتعملوها دي. احنا بنتكلم على جلد منفوخ اللي عايبة بتجري وراها. الموضوع لا في حقد ولا في حسد ولا في غير ولا في شماتة. الموضوع اطفع من كده بكتير. بس ما على اسف الشريد الناس بتحب ان هي تكبر الامور علشان تحس ان هي واو. اللي هو اه تحس انك عميك. لا احنا مش عميك. احنا اللي احنا بنشاهدها وبنضيع وقتنا فيها. المفترض يعني.